سعت الدولة على مدار السنوات الماضية لتطوير وتنمية الصعيد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا وحققت المبادرة إنجازا كبيرا في تطوير قرى الريف المصرية وكانت قرية أولاد سلامة بمركز المنشأة جنوب محافظة سهاج إحدى النماذج التي استفادت من هذه المبادرة حيث أقيمت العديد من المشروعات التنموية في كافة القطاعات والتي سهمت في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين حاليا يوجد في كل القرية وفي كل النجع وحدة طب أسرة شامل يوجد مجمع خدمي في كل القرية أم يستفد منه المواطن سواء تضامن اجتماعي سواء شهر عقاري سواء سجل مدني سواء بريد وأسعاف ومطافي وجميع الوحدات متواجدة في كل القرية بحيث تخدم المواطن بعدم انتقاله إلى المركز وصعوبة المغاصلات صعوبة الانتقال صعوبة الخدمة التي كانت تؤدى ليه حاليا الخدمة سهلة جدا وميسرة مواطن دلوك بلاحظ ان كل خدمات موجودة من أسعاف من صحة من كل الخدمات بدل ما كان يروح المركز دلوك متواجدة في القرية الوحد الطب الأسرة ومجمع الخدمات والبريد عندنا والسوق الحضري وجميع الخدمات المتوفرة والحمد لله اشتركوا في القرية